موسيقى وكنت طلب من المغاربة بان اي واحد تضلم شهادة طبية الزور لا يسكت على حقه كان خبركم بان قدام الامام كان اعلمكم بان هذه المارك حيث قدرتها مارك هيا انا وليت هنا ومولد دودا انا عندي غير واحد سؤال اللي هو بسيط وشكين شي واحد اللي كيسافت عائلتو التكلاصة بريتكم باليقين ديالكم ادعو عليا واداك السيد هو مرتو على اللي ظلم فينا واداك ما يكيبين على الوسخ وعلى اللذيك الدودة اللي يلقوا عندك موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر انا عندي سؤال بسيط وشكين شي واحد يكسفت عائلته تتكو العصا ولكن عندهم في العقلية يكسفت عيادتهم إلى كل عصا ووليداتهم إلى كل عصا نضمن لك كمغاربة وكأولاد البلاد نحن لم يكن رضواج وعلى الوقت يتعطي وفي هذه الكاميرا لا يوجد غلط لأنهم لا يوجد غلط لا يوجد غلط وفي مجرد فعلا العائلة خلالها وكبير وعشت العصا ومزورة وستطيع التقنية ويستطيع التقنية ويستطيع التقنية ويستطيع التقنية ما هي الرسالة التي تصل؟ ما هي الرسالة الياقين؟ بأن رب سوف يخلصكم وبأن يومياً أنا أقولها والرأي العام أريدكم بالياقين تدعو علي و تدعو على السيد على الذي ظلم فينا كما نقولها بياقين الله أنا يومياً نسوق الطمويل يومياً نمشي هنا و هنا يومياً نسوق الطمويل أنا أريدكم تدعو عليها و تدعو عليه على الذي ظلم و على الذي قال كلام كاذب في الأخرى الذي يكذب على الأخرى أريد أن تربيه أريد أن تربيه يعدبني في الدنيا قبل الأخرى و من يكوني على يقين أنت أنا بيقين الله أن نسمح لكم لا أخرى و أريد أن أكدها لكم بيقين الله لم يكن أمممنا أن نسمح لكم دنياً وأخرى و لكننا نرحل لن نسمح لنا دنياً وأخرى هذا هو كلام ليس كلام خارج من قاتلين روايات سوفيان سمح لي أنا تماما أنا مترافقة معك يجزي كل واحد على حسب القانون يجب أن نتبعون نحن نتبعون نحن نتبعون نحن نتبعون في قضايا العنف ضد نساء وأمهات واحد القادية نحن نتبعون نحن نتبعون لديهم مشكلة بسبب هذه الشهادات المزورة التي أعطوها بعض الأطباء بدون حق ماذا تريد أن تقول للمغاربة اليوم لكي يتبعون هذا العبد المدنيب نتضم هذه الوقفة احتجاجية وكنتوا حاضرين فيها قدام المندوبية للصحة هذه الوقفة احتجاجية تراكم في الوقفة وفي الوقفة وفي المكالمات عبر الواتساب والرسائل التي أعطوها إلى الناس الناس لا يتظلمون بشوهي الطبية يتفرغ مداره يتبتز بشهادات الطبية ترغب بشهادة الطبية وكنت أكد بأن وكان أطباء شرفاء وكان عديد من الدم ما هو طبيب عديد من الدم ؟ من دم لن اعطوها من المشكلة يمكن أن يستحق هذا الأحيان الذي يعطيه الطبيب يجب أن يكون ذلك هذا السيد يجب أن يكون ذلك بقوة القانون يكون ذلك حيث يدل بوثيقة مزورة العناصير الدارك والدين الأمن يبنيه على محضر لكي يمشي هذا السيد يقدم المحكامة السيدة جاءت أخبرت لنا على شجار مرة كبيرة وستادة ونحن لا يمكن أن نحكمه على المشكل ونحن لا يمكن أن نحكمه على شيء كيف يُعقل بأن المرأة تجوز 63 عام وتقطع أصبعها الهناية وهذا السيد جاء مع شهادة طبيعة 30 يوم ي spiral يمكن أن دعاوا مع شهادة طبيعة 20 يوم حين سمعته بشهادة طبيعة لكي ترى بعد ذلك لا نذكر اسم الطبيب أريد أن تعيني شهادة طيبية هذه شهادة طيبية سمعوا السلام عليكم مراد نحن لدينا جمعة تفضلات أرى هذه السرتيفكة أقول لك هذا مفضوح أرى السيدة تعطيها على الرأبة وعلى الكتف وتعطيها ٢٢٠ نهار أو من فوق لا تعطيها ٢٢٠ نهار الأجانب الأجانب أعباد الله في المغرب والتجارة هي الطبيعة أرى السرتي هذه السرتيات أرى السرتيات هذه السرتيات من ٦٠٠ ل٧٠ السرتيات والأخير من المترجم أنت هذه السرتيات ويجب أن يرسلوا الشوهي الطبيعة والتي تعطيها ويجب أن تطبيها ويجب أن تطبيها دولما من يجب أن تكون أن تتقوم وأن تتقوم وأن تتقوم كانت هذه المشكلة للدودة كانت سبب في هذا النضال الذي نحن خارجيه في هذا النضال في هذا النضال يتعطي 30 يوم هذا 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 سيديه حل يوت 30 يوم تكاريخ ومعرفة من تجرير مدينة والجسم يريد بالتصوصة المعرفة التي تحصل الى معرفة الناس يريد أن يحصل الرأي في الأمور بل وانتعام المكتب أجل العام، لأن الحديث عن جهاز الطبيب يمتلكون الطبيب ويقوموا بإمكانهم خلال الجهاز يجب أن يكونون جميع المشكلة بإمكانهم أشخاص ويوجد أشخاص أشخاص ويجب أن يحاولون يحاربون يحاربون هذه المسيرة محاربة شواهد الظلم يحاولون وقفة احتجاجية علما بأن الكثير من الصحفيين يحاولون شئ ناس يرهبونهم يقولون أن هذه الوقفة لم يرهبون ودخلوا إلى جروب المجتمع المدنيين الذين يشكرون هذا المنبار الذين يحضرون معنا بكتافة وقالوا لهم وقالوا لهم بأن الله رمم مرخصاش عندكم رمم مرخصاش عندكم رمم مرخصاش عندكم رمم مرخصاش عندكم وقفة احتجاجية كيف كانت تعامل للأمن؟ الحمد لله نحن حضرنا صراحة الأمن دير خدمته وواقفه نحن كصحفي ندرنا خدمتنا وكرؤساء جمعية اللي حضروا تعاملوا الخدمة ديالهم وعطوا الكلمة ديالهم وتصمتنا البعض الشهادات اللي كانوا ضحية ديال هات شهادات الزور وأنا كنأكد كان بريغين وضح الخصة اللي قال سي سوفيانا على السيدة ربما يتلقوا غدي تلقوا لها فيديو ديالها في القناة ديالنا السيدة الأستاذة اللي تصابت باعها مستديمة لأنها مشلال نص ديال السبعة بسبب الجار ديالها وهذا الجار ديال هادر شهادة تبية بثلاثين يوم وهي في الأول إخدت شهادة تبية بثلاثين يوم كيف يعقل واحد الإنسان عند دعاها مستديمة ستأخذ شهادة تبية بثلاثين يوم والأخر واخد ثلاثين يوم تتنساشون وبشهادة الجميع أنه الغدليزة والعمل دياله عادي يعني هنا هذا المسؤول لكينا لا تتكلم هذا المسؤول لكينا هذا المسؤول لكينا أنا أكد لكم بأن هذه المشكلة التي يوقع هذه السيدة ويوقع العائلة بأن الناس الذين يتم عددهم اعتداء واخدوه شواهي طبية 21 يوم وميتوز 21 يوم وثلاثين يوم الغدليزة يزود العمل ديالهم تماما أنا أكد علي أستاذ سوفيا سأسمح لي أريد أن نشارل واحد النقطة هو أنا اليوم كيف ما أعطيناك أنتحق الرد نحن أولا تنقلنا أول مرة عن صاحب المطعم روكن السياد خذنا الأقوال خذنا تصراحات خذنا تصراحات خذنا تصراحات الزوجة ولكن كان مهنة أي مراسل أو أي صحف في نازيه خصوه ضروري بحث عن الحقيقة لا يوجد حقيقة الحقيقة كاملة فأضطرنا أننا انتصلوا بك ورحبت بنا وعطيتنا الرد وشفنا الفيديو وأنا اليوم لا أريد أن أعطينا صاحب المطعم روكن السياد والزوجة من هنا أنا مستعدة أن أتنقل لديهم وعطيهم حق الرد لأنني أريد أن نسمع الأجوبة المهم الذي فهمنا سيسوفيا هو أن القادية أمام القضاء وآخر مرة تقدمته هي البارح ولم حضرت الزوجة وذلك الفان ميناج الذي يبقى إلى يومنا أنا كنقول بأن أنا بحثت وكثرت بحثت 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 كيف يجب أن يحضر أخرى أنا شكرا أخرى لكم وعندك الحق في الكلام لماذا اليوم اخرج كالرد بيقين بان الواحد يعملوا حليك الباطل قلت له احد الكلمة وهي كلمة في محلها بان كين قضاء نازه وكين بحث لكين دابا وهذا البحث يكون على يقين بانه سيكون بحث نازه وكين بحث السيدة لكين يرفضوا هاد الناس اللي يقولوا مخدمينها في المحل ديالهم وليس لديهم معلومة انا بالنسبة لي اخطر خطار على الصحة من المواطن المغربي عندما يذهب الى كل مكان علما بان المحل لا يعرف كل مخدم وهذا ما يكيبين على الوسخ وعلى الدودة اللي يلقون عندك حيث انت من مخدم وحده في الكوزينة وحده في الميناج وما عارف مشكون دونكرا اي قدرهم اللي يتحطون لك الدودة وما عارف مشكون دونكرا اي قلت لك يقولون أنه ليس ملدودة ملدودة روى أبو صوفيان ملدودة هو أنا لقد أمام الأمام كذلك ونحن أعرفهم بيني وبينك ونحن أعرف كل شيء شكرا لكم كثيرا ونطلب من المغاربة بأن أي شخص يطلب شهادة الطبية لا يسكت على حقه ويطلب الدارك ويطلب الأمن ويطلب القودات ويطلب النواب لتعنق في هذه الشهادة الطبية والعرف بأن الذين يأخذ شهادة الطبية ومشا زاول عمله تسمى زوائر وكان طريقة بزاف باش الناس يأخذوا حقه شكرا لك سي سوفيان وحتي أنا بدوري ربما كنقول ماشي يعني حد وإنما مزيان ومشي ممزياناش معاش كي غنوصل الفكرة وإنما هذا العنف اللي تعرضوا له هذه الأمهات كان بسببهم أننا سوف نديروا واحد القضية أخرى وهي قضية التي تهم الرأي العام وهو شهادة المزورة التي تعطى من بعض الأطباء علما بأن في هذا الشهر كيف ما خرجوا في القنوات الإلكترونية تم القبض على تسعود الأطباء كلهم بشواهد طبية الزورة خرجوا في الصباح خرجوا في الإعلام في شهر واحد أنا كعندي 49 عام وما عمرني في حياتي شفت تسعود الأطباء تشدوا في شهر واحد بشواهد طبية الزورة هذا الدليل بأن القضاء كين وكي يأخذ المجرى ديالو إحنا ما غاديش ننوقف هنا مشاهدين الكرام إحنا دائما غاديم قوف تتبع ديالة القضية حتى الأخير كانت لمنكم تنتبعوا معنا القضية حتى الأخير شكرا على الحسن التتبع كانت معكم مريم فساحي حمزة بقناد الخلف الكاميرا لنا الصورة ولكم التعليق إلى اللقاء اشتركوا في القناة